جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم تقول إنني أخطأت مرة وتبت عن خطأي ثم عدت مرة أخرى إلى الخطأ وتب إلا أنني لازلت خائفة بالرغم مني أني أدعو الله سبحانه وتعالى أن تكون توبتي توبة صادقة إلا أنني لازلت غير مرتاحة بالرغم من أني أدعو كثيرا وجهوني جزاكم الله خيرا الواجب على المسلم إذا تاب من ذنب أن يقلع عنه وأن يبتعد عن أسبابه ووسائله ويستعين بالله على تركه وإذا قدر أنه يقع فيه مرة ثانية فلا يأس من رحمة الله فعليه أن يتوب ويكرر التوبة ولكن عليه أن يعزم على أن لا يعود ويستعين بالله ويبتعد عن الأسباب التي توقعه في هذه المعصية ويترك الوسائل الموصلة إليها ولكن لو فعل هذا وتاب عن صدق وإيمان ورغبة فيما عند الله ثم وقع في المعصية مرة ثانية ولا يأس من رحمة الله ولا يترك التوبة ويكرر التوبة كل ما تكرر الذنب الله أفور الرحيم لمن تاب إليه نام